أهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين لنا في كل مكان والمتابعين أيضا لبرنامجنا كلمة سوا علاقة جديدة تجمعنا بحضراتكم وقضية أيضا جديدة نطرحها في لقاء هذه الليلة في البداية دعوني أرحب بنيافة الأنبى مكسيموس والذي أتشرف بوجودي معه في هذا البرنامج نيافة الأنبى أهلا مرحبا بيك أهلا بيك يا دكتور وأهلا بكل السعين معنا إلى كلمة سوا زي بيقولوا في كده في الحديث العامية في وسط الناس أنه وصلنا لي مرحلة مهمة في سلسلة القضايا اللي بنترحها لناس في كلمة مسواق وكانت طول الوقت عينينا على أنه يكون فيه هدف يتحقق على الأرض من وجود هذا البرنامج والقضايا أيضا اللي بتطرح تشتغل على خل بيئة حضنة أفضل بكتير جداً وتساعد في أنه كلمة سواق تلاقي الأرضية للصالحة لأنها تبقى موجودة فيها لأنه الموضوعات الحقيقة بتفتح الأزهان للمناقشة ولي الحوار بعيداً عن تجاذبات الأحاديث هنا أو هناك أو صراعات الفكرية هنا أو هناك بنتكلم بشكل هادئ وبسيط والهدف اللي سعين لي أنه يتحقق ده في بين الناس وفي بلدنا الحبيبة مصر نيفة الأنبة الحقيقة أنا يعني أتحامل عليه كثيراً بالقضايا اللي بنترحها لكن هو الحقيقة بيكون سعيد جداً بهذه القضايا والأطرحات اللي بتيجي فيه لأنه في النهاية تكون فيه محصلة لفهم الكثير وبما أننا لا نمثل ولا ننوب عن أحد يعني في هذا الحديث الهام جداً كيف تلقى النهاردة عندنا قضية شائكة جداً شائكة جداً في طرحها وشائكة جداً كمان في النتائج اللي وصلت وتحققت بها على الأرض لما انتزعت من سياقها أو سياق النص في حد ذاته قضيتنا النهاردة جاء تحت عنوان دين الله بقينا طبعاً في النهاية أمام موقف شديد للصعوبة لأنه هناك دين لي الله وده كان أمر الحقيقة ناس كثيرة في المنطقة العربية في زي يعني هذا الأمر يكون وبعدين تداعيات الأحداث الكبيرة جداً وانتزاع النص من سياقه الحقيقة شفناه وشفنا الآثار الكبيرة اللي حنتناقش فيها مع نيافة الأنبى لكن خلونا نشوف مع نيافة الأنبى هو شايف القضية دي من عنده شكلها ايه اتفضل نيافة الأنبى احنا اعتدنا يا دكتور ان بنعمل قياساتنا انا يعني مع جنابك بعمل قياساتي على الكتاب المقدس ليس بقصد انه انا بقى حاضر جوا الكنيسة ولكن انا اتخذ من الكتاب المقدس مثالا حتى لا يآخذني احد انني دخلت فيما لا شأن ولا علم لي به كتاب مقدس الذي يؤمن به كل المساهين مكون من عهدين ومن كتابين العهد القديم والعهد الجديد كل كتاب او كل عهد من العهدين بيمثل ديانة من الديانتين اليهودية والمسيحية العهدين العهدين اللي بيمثلوا الديانتين فيه كتاب مقدس واحد هم يعني متناقدين كل التناقض فكل المبادئ اللي قامت عليها اليهودية واللي نادت بيها اليهودية المسيح نادى بغيرها من الالف الى اليان يعني الحاجة الوحيدة القاسم المشترك الوحيد هو ان الرب الهنا رب واحد وانك يعني بغي ان تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل قدرتك ومن كل فكرة وما عدا ذلك فكل شيء طرأ عليه التغيير انا اؤمن بالكتاب مقدس بعهديه والسؤال الان كيف يكون العهد الاتنين المتناقدين دين الله لان الاجابة منتقى البساطة ان الله لا دين له الدين هو دين الانسان وان الديانة اليهودية هي طريقة الانسان الذي عاش في كنف هذه الديانة في التواصل مع الله والمسيحية هي ايمان الانسان المسيحي الذي رأى وارتأ في المسيحية طريق الى التواصل مع الله ويأتي غيري وغيرنا من هنا ومن هناك يتحدث عن ديانات اخرى ومختلفة عن المسيحية وعن اليهودية ويرى انها طريق الى التواصل مع الله فهل هنالك شيء اسمه دين الله اذا كان هنالك شيء اسمه دين الله فأيهم دين الله اليهودية ولا المسيحية مش حاجة اسمها دين الله دكتور هي حاجة اسمها دين الانسان هي حاجة اسمها دين هذا الشعب او ذاك الشعب فالديانة تنسحب على الانسان وليس على الله وتوجد طرق تؤدي الى الله بعدد البشر انفسهم وينبغي انه يعاد فهم الحقائق الايمانية ان راجل الايمان مخضرب وعارف بقول ايه ان الايمان هو ايمان الانسان وايمان الفرد وبما ان الف وبي وجيم ودال وهيه وهين واو هؤلاء متفقين على هذا النوع من الايمان فهم يشكلون هذه الديانة وبما ان السين وصد ومش عارف جيم ودال هؤلاء متفقين على هذا النوع من الايمان هؤلاء يشكلون هذه الديانة فهذا منهج الانسان اذا افترض احد ان ايمانه وديانته هو دين الله الحق المطلق وبالتالي فما عداه ليس دين الله فالاشكال البسيط عليه ان يبرهم على ايمانه وعلى ديانته المسيح نفسه له المجد اتواجه بالتحدي ده اليهود قالوا له كانوا عايزين يرجموه فبيقول لهم ترجموني ليه وانا بقول لكم كلام صالح ليس لاجل عمل صالح نرجمك ولكن لانك انسان تجعل نفسك اله لانه قال انه ابن الله فهو رد عليهم وقال لهم يا جماعة اشكال بسيطة قوي انتو انا بقول ان انا ابن الله انتو بتقول لأ انت بش ابن الله ان كنتم لستو اعمل اعمال ابي فلا تؤمنوا به انا بقول ان انا ابن الله لو ما كنتش اعمل اعمال الله وابرهم بهذا على ان ابن الله ما تقمنوش به سهل قوي فهذا المبدأ مبدأ عادل انت بتقول انك ابن الله اسبت اسبت ان انت ابن الله هو قبل التحدي وقال اثبات ان انا ابن الله ان انا بعمل اعمال الله الكلام بتاعي اللي انا بقوله ان ما فيش حاجة اسمها دين الله وانه الدين هو دين الانسان مش عجبك وانت بدون لا فيه دين الله وهو الدين بتاعي اسبت يا سيدي ما هو برعانك على ان الدين بتاعك والامام بتاعك هو دين الله الذي يجبه كل الديانات اذا تجاوزنا حدود العقل والبرهان يبقى حنلجأ بقى الى اعصور الفتوة والصراعات وان الذي يتغلب هو دين الله العصور دينته لان اذا كان بقى الذي يتغلب هو دين الله يبقى المثلية الجنسية هي دين الله لان الذي يتغلب الان والذي يمتلك الاسلحة المدمرة الان هي امريكا وامريكا تبشر بالمثلية الجنسية فاذا كان الذي يملك القوة ويستطيع ان يتغلب على الاخرين دينه هو دين الله وهذا هو البرهان انه تغلب في الحرب يبقى المثلية الجنسية هي دين الله في الوقت الحاضر التي يبشر بها الامريكان هنا وهناك وهم الذين يملكون القوة التي تغلب كل الناس الصين تحدتها امريكا وماذا تشوف تحبقها لا نهل امريكا هي قوة العظم ف يعني ان الناس تغادر المنطق وتغادر البرهان وتذهب الى اليات في الفهم تنتمي الى عصور الجهل والتخلف يبقى فهي بتحكم على نفسها بالفناء وبالاندثار اما اذا اردت ان تقدم نفسك وتبرهن على صدق ما تقوله ف برهن عمليا ومنطقيا وعقليا على ما تقوله انا برهنت بالادلة التي عندي على فكرتي ان فيش حاجة اسمها دين الله ان الدين دين الانسان ويمكن ان تتنوع اديان البشر كما يتعدد البشر وهذا في الواخر كل منهم يعبد الله بطريقته وهذا المنطق بتاعي الذي اجبت به الان في الحقيقة نافت الانباء قدام تحدي كبير لانه حضرتك في معرض حديثك اشرت لي الالية للخروج من المأزق اللي موجود في الانسان دلوقتي هو مجتمعات العربية الحقيقة كلها دلوقتي يعني في مأزق كبير جدا وقدام تحديات كبيرة جدا بتشوف حضرتك انه الازمة دي اللي موجود فيها الانسان نتيجة سوء الفهم الحل بتاحها فيه اعادة فهم الحقائق الايمانية وده تحدي كبير جدا لانه فيه الناحية التانية برضو حضرتك اشرت لنقطة في غاية الاهمية وهي اشكالية مغادرة البرهان يعني الناس اسلمت عقولها ووجدانها ايضا كمان ابتعد كثيرا عن الفهم وفيه ازمة اخطر لانه من شوه الحقائق الايمانية اللي كان مفروض انه يكون دوره الهام جدا التصحيح المستمر والدائم لمجموع الحقائق الايمانية اللي الانسان بيتعطاها لانه هناك متغير يحدث داخل الانسان بشكل مستمر اللي كان انا بسمعه وابوي بيسمعه وجدي كان بيسمعه ربما وطبعا وده الاكيد على الارض للوقت انه ابنائي لا استصيغوا المفاهيم التي تقدم للاجداد والاحفاد ايضا يعني وصلوا لمرحلة متقدمة من السخرية من مجمل ما يطلق عليه حلاسة بحقائق ايمانية ما يطلق عليه بالنسبة لهم حقائق ايمانية ومحتاجين لهذا البرهان الذي غادره كثيرين مين نيافة الانبى اذا كانت الحقائق الايمانية واقعة تحت اسر رجال الدين هم وحدهم الذين يمتلكون الحقيقة المطلقة في محاولات حسيسة تمت لتصويب الكثير من الحقائق الايمانية وقبلت الحقيقة بهجمات شرسة جدا ووصلت لحد التكثير والزج بالسجون لأصحاب المحاولات الدقوبة لتصويب الحقائق الايمانية اللي كانت يعني تتشكل اضافة للدين لكنها ليست ضد الدين هي لتجميل ما هو مطروح لتوضيح ما هو مطروح مين نيافة الان بدلوقتي حيمتلك ناصية الامور للحديث حول ضرورة تصويب الحقائق الايمانية هو دكتور يعني الطرق القديمة هي بعينها اللي بتستخدم حتى الان الطرق القديمة كانت الاستيلاء على السلطة والذي يتغلب واجب له الخضوع وده كان ما سار عليه الاجداد الان الالتفاف هو حول رقبة السلطة بالضغوط السياسية ومش عايز اقول بقى ايه تاني عشان دي بلدي في الاخر يعني اما هجرح هجرح في نفسي ولكن بقى بقيت الكلام مفهوم بضغوط بعينها بدأنا نلتف مرة اخرى حول القرار السياسي وبدأنا نوصل لمرحلة انه الرئيس يقول كلام ايجابي وجميل ولكن ادوات التنفيذ اللي بعد الرئيس بتعمل الخطة بتاعة التفاف الدين على القرار السياسي والقرار التنفيذي اللي بيعمل كده متصور انه هو الزكي الوحيد وان الباقون اغبياء بس منسوق حظه انه لا الاخرين ليسوا اغبياء وشايفين اللي بيتعامل زي ما احنا بنقول كده الحاجة المهمة اللي اصحاب هذه الخطة لم يلتفتوا اليها هي ان الكلام ده كان يحصل زمان لما كان رجال الدين اللي انت متعاقد معاهم هم اصحاب الصوت الاعلى في الدين ورجال الاعلام اللي انت متعاقد معاهم هم اصحاب الصوت الاعلى هي الاعلى والباقي انتقف الباب عليه محدش يتكلم في الدين غير هؤلاء ومحدش يتكلم في الاعلام غير هؤلاء خلاص الكلام ده انتهى واصغر شاب يعرف يعمل قناة على اليوتيوب ويقول كل ما يشاء وعدد المصريين وغير المصريين اللي يعيشون في الخارج اللي مليين اليوتيوب من البرامج السياسية والدينية والنقدية من كل نوع بقت مش عاطية لك الفرصة لانك تستأثر بالخطاب الديني ولا بالخطاب السياسي ولا بالخطاب الثقافي وكل ما في الامر انت بتدخل نفسك في المواجهة اللي ستكشف المسائل اجلا او عاجلا لانه زي ما انا بتكلم كده معاك دلوقتي انا عمال اقول رأي واحد يقول لي هو انت كنيستة كلها قد لا يا سيد انا كنيستة كلها قد كده انا كنيستة كنيستة صغيرة بس الاحكام مش بعدد الناس حكاية انه الصوت اللي بقوله والفكر اللي بقوله كم واحد بيقدروه وبيسمعوه هي مش مش بالشعبوية هي بالعقل وبسلطان العقل فالناس لسه عايشة في الحسابات الماضية القديمة ان البترك هو اللي يحرك لقباط ويحرك انتخابات اللقباط لا الكلام ده خلاص ما عادش له مكان للبترك ما يقدرش يحرك انتخابات اللقباط اللي يحرك انتخابات اللقباط حد تاني غير البترك نفس الشيء انه الشيخ فلان هو الذي سيحرك اصوات المسلمين لا غير صحية هو سيحرك اصوات الستة في المية بس اللي بينتمو الى هذا المنهج اللي هما نسبتهم ستة في المية ولكن الباقي كله سيحركه العقل يا دكتور نعم سيحركه البرهان يا دكتور سيحركه المقارنة بين ما تقوله وما يقوله غيرك سيحركه حرية الرأي والحكم والتعبير هي الفكرة بس المثل الذي نتداوله اللي بيقول الزوج اخر من يعلم هي بقى هو ده بالضبط كده كما ان الزوج اخر من يعلم هو الذي يمسك سولجان السلطة هو اخر من يتنبأ الى الحقيقة لانه بيتنبأ بعد فوات الاوعيات نفتر انا بحس تأذن حضرتك المعارضة في البرنامج لبعض الوقت لانه هذه القضية مش هنقدر يعني نسيبها ونروح لي قضية اخرى من غير ما نستكمل جوهر الفكرة بتاعتنا لانه لازم الجمهور بتاعنا والمتابعين بتاعنا يشوفوا هذه الحقائق الايمانية التي شوهت وانتزعت من سياقها عملت ايه في افراد المجتمع علشان القضية مش قضية انه واحد بيقول ان ديني هو دين الله ومع ده هو ليس دين الله لكن فيه جملة امور حقيقة في غاية الخطورة على رأسها سلوك الافراد جوه المجتمع نشأ عليه ايه نشأ عليه الفهم هذا الخاطئ سلوك وعلاقات اجتماعية مؤزية بشكل كبير جدا استدبعها بعد ذلك السلوك المؤزي ده جاء بعد منه اعتداءات مباشرة ثم جاء تكفير لهذا الاخر ثم بعد التكفير جاء القتل على الهوية وفي النهاية تفشت الطائفية جوه المجتمع وشرخت السلام الاجتماعي لأفراد المجتمع كل ده جاي منين جاي لانه البعض من رجال الدين هم المسؤولين عن هذه الازمة سحبوا النص من سياقه وقدموا فهم خاطئ لهذا النص باعتبار انه هو الحقيقة وترتب عليه ان المجتمعات دخلت في حالة اضطراب اجتماعي شديد جدا وفي مجتمعات انتهت وانقسمت وفي مجتمعات تلاشت من خريطة الوجود وكل ده جاي منين جاي من الصمت المطبق على تمدد مفاهيم داخل المجتمع وعدم التصدي لها فما كان انها استولت على المجال العام في المجتمع وتحولت الاجزوبة مع مرور الوقت الى حقيقة والناس صدقت الاجزيب اللي تتردد على مسامعهم وعلى ازهانهم طول الوقت وبعدين بيكتشفوا انهم مع مرور الوقت انه فيه كارثة بدأت تحل بالمجتمع نتيجة تمرير هذه الحقائق المغلوطة الكاذبة دي ليس الحقائق عشان خاطر يبقى فيه اتصاق كلام كله لا ليس له علاقة بالحقيقة لا من قريب او من بعيد و وروحنا لمرحلة شديدة الصعوب ينبغي معها انه نروح بالفعل مبقاش قدامنا مفر من ضرورة تصويب هذه الاخطاء التي تقدم للناس على انها حقائق ايمانية وهي بعيدة كل البعد عن الحقائق الايمانية تفضل يا فتح ما جنبك قلت الاجابة دكتور قلت الاجابة انه التاريخ تغير وانه ما كان متصور في السابق انه سيقوم فصيل من الناس في سوريا ممولين من دولة قطر الشقيقة بالسلاح والمال سيقومون بالحرب الدينية باسم الدين وسيعيدون امجاد الغزوات الاسلامية ويسقطون النظام السوري هذا لم يتحقق لا تحقق في سوريا ولا تحقق في غرب ليبيا لانه الكلام ده كان ينفع ايام مكان الحرب بالسيف والرمح وكان ينفع على مكان انا وانت بنتحارب مع بعض وحلني على ما ييجي مدد من الخارج لا دلوقتي الحرب ليست بالسيف والرمح والقتال صار بادوات القتال المتطورة وسيدخل اطراف اخر في الصراع اللي ما يتعلمش من الدروس اللي بتحيط به يبقى يستحق ما يأتي عليه يعني احنا في مصر وخلينا اقول احنا انا واحد من الاحنا اللي وقفنا سدا منيعا ضد الانقسام ورفعت شعار المحبة والمصالحة بين المسيحيين والمسلمين ونجحنا في ان احنا ما نديش فرصة لهذا الانقسام لكن انا انعرض لما اشوفك بتعيد المؤامرة تاني انا مش هعمل اللي انا عملته ساعته بالعكس انا هقول كل واحد ياخد حقه بايده وليس انه هعمل اللي عملته ساعته فاذا الذي انقذ مصر ليس ذكاء البعض والمعية البعض وبس لا نحن لعبنا دورا قويا في الوحدة الوطنية في رأب الانقسام في المناداء بجماعة مصرية واحدة وكان عندنا حلم انه هنحصد بعد كده ثمرة الاخلاص بتاعنا لكن عرض لما تاخد اخلاص بتاعي وتستهيم بيه والاخر تعبث بالامانة لا ما انا مش حابقى مخلص ليك تادي ولا غيري وحتشرب النتيجة بتاعت اللي حصل فيه سوريا واللي حصل فيه غيري سوريا الناس لازم تعمل الحكمة قبل فوات الاوان وتدرس الاسباب النجاح اللي حصلت فيه الفرصة الفائتة كان وراها ايه وايه ومين ومين حتى عبرت مصر من هذا المنحنة فلابد من التنبه لانه التاريخ تغير والانسان تغير والاسليم تغيرت واسليم البحث عن الحقوق تغيرت وبعدين فيه تجربة بالاسف فاشلة او او استغلت استغلال غير امين من من جانب البعض اللي انا بحكي عليها دي اللي هي تجربتي وتجربة غيري اللي اه ستمهد ل اه رد فعل عكسي في المرة القادمة هل نيفة الانباء الحالة الهشاشة اه اللي اصابت الكثيرين فكريا اه دفعتهم لي التشبس اه والاسرار اه على الرفض وطبعا انا اه بكلم حضرتك لانه اه انت تعي جيدا اه سيكولوجية اه رجال الدين وطريقة تفكيرهم وادواتهم في التفكير وايضا ادواتهم في مقاومة التغيير الايجابي اه اللي جاي هل ده ناتج على انه المجتمعات اه بدأت اه بالفعل على ارض الواقع تكتشف اشاشة ما كان اه يقدم اه لها من فكر اه وخاصة لما اه المشارية اه وقفت قدام تحدي اه كبير جدا اه في العامين السابقين امام فيروس اه كورونا وتحوراته اه الكثيرة و اه عجبهم عن وجود تفسير او اه توضيح لهذا الامر في اه في نفس الوقت اللي كان فيه اه العلم دي اه بيشق طريقه اه لي اه خل انتصار اه علمي لي الانسان اه بعيدا عن اه ما كان اه يردده هؤلاء ليلة نهار اه وانه هذا غضب الله و وده جاي جاي من عند ربنا وكأنه اه ربنا اه قاعد اه بيعمل شرور وبعدين يرجع يعمل اه خير كمان بعد كده يعني الارباك الزهني اه لازهان البشر اه كشف الحقيقة ما يحدث الحقيقة انه انه فيه هشاشة في هذا الفكر هي اللي عمل هذا الموقف وهذا التمطرس على رفض ومقاومة الافكار الايجابية اللي بتطرح في المجتمع فضل النفط لان هم بلغوا هذا القدر من الهشاشة وما يدروش يردوا على اي حاجة فاستداروا الى الاحتماء مرة اخرى بالسلطة بس المرة دي بالاسف الشديد موازين احتماء بالسلطة مختلفة عن موازين الاحتماء بالسلطة يعمل خليفة العثماني فالذين يتعاونون معهم بيغامروا بمقدرات البلاد واحنا واجبنا ان احنا نطلق صفارة الانذار مبكرا قبل ما تنهار الامور كما انهارت عند غيرنا احنا بشكرك نيافة الانب احنا وصلنا لمحطة الاخيرة في لقاءنا لهذه الليلة يعني ياريت يا دكتور انه يوجد حكيم يستفيد من النقاط الجوهرية اللي اثرناها قبل ان يصيبنا ما اصاب غيرنا بابل فعلا يعني نرجو انه يحدث ذلك في القريب العاجل لكن مني نيافة الانبا كل التقدير والاحترام الحقيقة وسعة الصدر والاضافات اللي بتدفعنا في كل مرة بنتقابل فيها في قضية الحقيقة بتكون بالغة الاهمية شكرا لحضرتك التحية والتقدير لكل مستمعين مشاهدين متابعين في كل مكان والتقي بكم في الاسبوع القادم وحلقة جديدة في برنامجنا كلمة سواء الى لقاء اشتركوا في القناة